خلصتوا كلام عن أشعار شاومي وتم فراعة الترند بنجاح؟ تعالوا بقى نشوف تغيرات أغرب كتير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والأخبار عامليني؟ يا ربي دايماً تكونوا بخير وبصحة وتمام الشعار شاومي الجديد كان عامل ألبان على السوشيال ميديا بس أنا محبتش أتكلم عنه وقتها لإني لأسف كنت شايف التفاصيل بتاعته منطقية إلى حد ما وللي ما يعرفش عدة 30 ثانية شاومي قالت إنها بتفكر وبدأت في رحلة تغيير شعارها من سنة 2017 وتواصلت مع المصامم العالمي كينيا هارة التصميم كان بـ 58 ألف دولار واستقروا عليه من بين كل الأشكال الظهرة دي وفضلوا يتكلموا لمدة 20 دقيقة في مؤتمر عمل مخصوص علشان موضوع تغيير الشعار ده وحكوا فيه بقى كل الصعوبات والمعوقات والقرار والرحلة من 2017 علشان يحولوا الشعار بتاعهم ده ليه ده؟ الحلقة دي بقى بعنوان تغييرات تفهة غريبة مستفزة حاجة في الرنج ده ويا تضحك يا تضحك وتتنقط على حسب يعني أصلي لو فاكر إن شعار شاومي والتغيير اللي حصل فيه هو الحاجة الأغرب فجاي أقولك إن فيه حاجات أغرب كتير وهنستعرضها مع بعض من بينها الحاجات اللي قدام عينينا ومن بينها الحاجات اللي بعيدة شوية وبما إن الغرابة دخلت في الموضوع أو الموضوع كله عن الغرابة فخلينا برضو نقول على شوية أخبار جريبة في عالم التقنية هي حلقة جريبة من أولها لأجهارها نحن وبدايتنا من شركة التفاحة شركة أبل قالك إن شركة أبل جايرة الإيموجي الخاص بالسرينجة بتاعتها من إنها تكون السرينجة اللي فيها دم للسرينجة اللي من جير دم وده علشان تكون أفضل في حالة الكلام عن كوفيد ناينتين أو عن كورونا واللقاح والكلام ده كله فإن الناس يستقدم الإيموجي اللي يكون من جير دم هيكون أفضل للعين ومريح إلى حد ما شايفين الدقة في التقنية يا جماعة؟ حاجة كده آخر نبيل الحدفاء وبصراحة من بين برضو التقنية اللي عملتها شركة أبل إن فيه عندك الإيموجي بتاع السمايلي فيس للابس كمامة وإحنا مش عارفين هم هو سمايلي ولا لا لأنه بقه مش موجود بس هو لابس كمامة قال لك بقى إن هم غيروه من اللي هو الكمامة العادية إنه هو مجرد إيموجي عادي وحطين كمامة إنه هو من تحت الكمامة باين على إنه مبتسم وده طبعا استبشارا باللقاح اللي موجود وإنه تم نشره على مستوى العالم فبالتالي ما بقاش فيه خطر إلى حد ما أو الناس اطمأنت إلى حد ما فقال لك إن الواحد بقى لابس الكمامة هو فرحة من تحتها لا بصراحة نبيل الحلفاء ومبسوط منكم جدا ورغم الدقة الشديدة في تصميمات الإيموجيز اللي قبل عاملاها إلا إن كان فيه انتقادات على مواقع التقنية لإنه التحديث الجديد جاي فيه الإيموجي اللي بيحتفل أصغر من البقيين فبيقول لك يا جماعة يعني يعملين قلبين الدنيا على إن الناس تحتفل تحتفل وفي الآخر الإيموجي بتاع الاحتفال مصغرينه طب ده كلام بالزمة وبما إن الكلام بقى جاه في حتة الإيموجيز فهل تعلم إن الإيموجي ده عبارة عن اتنين بيدربوا هاي فايف لبعض مش واحد مثلا بيصلي أو بيدعي أو حاجة زي كده استكمالا لحوارات التغييرات الجريبة لفلوجوهات الشركات عندك مثلا شركة بيتزا هات ده الشعار القديم بتاعهم وده الشعار الجديد يعني كل اللي المصامم عملوا إنه هو حط اللوجو في فوتوشوب أو في بيكسر أرد وراح على أفيكت ستروك وبس كده شكرا فيه تغيير شبهه بقى إلى حد ما حصل في اللوجو بتاع ستاربكس أكيد كلنا عارفين ستاربكس يعني قال لك بقى إنه ده اللوجو القديم وده اللوجو الجديد كل اللي عملوا إنه ما بس اكبروا الرسمة خلوها تاخد الدايرة بالكامل مش أكتر بس الحقيقة لما جيت أقارن بين التغيير اللي حصل في اللوجوهين اللي فاته والتغيير اللي حصل في اللوجو شركة فيزا فمعرفتش بصراحة أيه اللي كان متعب أكتر يعني المفروض إنه ده شعار أو لوجو فيزا القديم وده اللوجو الجديد ولو ما خدتش بالك هو فيه حتة كده لون اصفر يعني طرف كده لنصفر على الشمال خالص لكن الحمد لله ربنا كرامهم وكبروا الميزانية شوية فجابوا حد يصلح لهم القلط ده ويخلي لهم الشعار كله بالمواحد ونخش بقى على شركة من الشركات الكبيرة جدا واللي مشهورة جدا مش عايزين نقولها مشهورة بايه؟ شركة نتفلكس قالك ان ده بقى الشعار القديم بتاع نتفلكس وده الشعار الجديد بتاع نتفلكس ونضيف اللوجو ده للمقارنة اللي احنا ليس سألين عليها من شوية علشان بصراحة مش عارف اتقرر انه اللوجو اللي كان متعب اكتر في تصميمه بس الحقيقة نتفلكس مهما كانت مشهورة فمش يتبقى اشهر من جوجل قالك بقى ان ده اللوجو الاخير لجوجل وده اللوجو اللي قابله على طول لليبين فيه تغييرات عميقة وعبقرية بتحصل بس احنا اللي مش واجدين بالم اكيد طبعا تعرفوا تطبيق سبوتيفاي او سمعتوا عنه اللي هو التطبيق بتاع الموسيقى ده قالك بقى ان سبوتيفاي فيه تغيير مختلف شويتين يعني كان تغيير فيه تعب الى حد ما اكتر وهو تعب اختيار اللون لانه هو ده اللوجو القديم وده اللوجو الجديم هو واضح طبعا ان المصامم كان محتار جدا في اختيار اللون اللي هيلون باللوجو كله ومن التغييرات العظيمة الجوهرية اللي محدش واخد داله منها هو التغيير اللي حصل في الاب ايكون او يقون التطبيق شركة موقع امازون كلنا عارفين طبعا موقع امازون هو المالك حاليا لموقع سوق دوت كوم ويعتبر من اشهر واكبر موقع تسوق الونلين في العالم قالك بقى ان تم تغيير اللعاب ايكون او الايقونة بتاعت التطبيق كانت في الاول دي وباقي دي بس الجريب فعليا هو مش التغيير اللي حصل في الايقونة بتاعت التطبيق الجريب هو السبب قالك ان الايقونة القديمة الجزء اللي نازل منها ده او الحتة اللي نازلة دي شبه شنب هتلا وبمناسبة الكلام على امازون بقى قالك ان امازون هتركب كاميرات بتعمل بالذكاء الاصطناعي علشان ترائب السوائين بتوعها طول الوقت علشان تتأكد ان الشحنات بيتم تسليمها امنة مية في المية ومن جير اي مشكلة خاص خلصنا بقى كلام في تغييرات لجوهات الشركات اللي يعتبر مش كله هياخد باله منها بعد اللوجو الاوضح قدام عينينا واللي مش واحدين بالنا من التغيير العظيم العبقري اللي حصل فيه وهو لوجو فيسبوك قالك بقى ان ده شعار الفيسبوك القديم وده شعار فيسبوك الجديد ولو ما خدتش بالك فيه تغيير عظيم وعبقري حصل في الاي اللي بعد الاف في الفيسبوك وتقدر تروح تفتح التطبيق دلوقتي وتتأكد اما عن سبب التغيير اللي حصل في لوجو فيسبوك فما حدش جاب سيرته ومظنش ان اللي هي هسبب يعني جاري ان مارك صحي مقاريف فقاله والله هلنا مغير حاجة في الفيسبوك زي ما كل شوية يعمل في التطبيق وتقريبا بسبب التغييرات التفهل زي كده اللي خانقنا بيها وملغبطنا بيها كل شوية قالك ان رقم مارك ظهر في تسريب البيانات اللي حصل من الفيسبوك وبمناسبة الكلام عن تسريبات الفيسبوك فحنكون اتكلمنا عن الموضوع ده في فيديو مايكملش دقيقة هزالك اقتراح الفيديو ده فوق هنا او هنسيبه تحت التسريبشون بوكس بحيث انك تقدر تعرف هل تم اختراق بياناتك من بين البيانات اللي تم تسريبها وازاي تقدر تأمن حسابك في كل الاحوال وبكده تكون خلصة الحالة اتمنى انك تكون دهكت ما تكونش تحكت وتنقط ما تنسيش تدوس على زرار الاشتراك اللي عندك هنا وهتلاقي جمه فيه جرس كده ممكن تدوس عليه علشان يوصلك اشعارات بالفيديوهات الجديدة اول باول ولو عندك اي فكرة او اي موضوع عايز تعرف تعملها لهم اي تطبيق او اي موقع او اي حد جاب سرعتم عن انترنت ولا تقدر سبيني في تلاتة ومشي تأخر عيك نلقائكم على خير